الموجز الواحدة ظهراً من قناة السعودية أهلاً بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية تهنيئة لجلالة الملك مها فاقيرلو نينجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس ملس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنيئة لجلالة الملك مها فاقيرلو نينجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته راجياً لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر